اكدت سعادة السيدة امنة بنت احمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتشجير المدن الاسكانية وتخصيص العديد من المساحات الخضراء لما يتماشى مع خطط المملكة للوصول للحياة الكربوني بحلول عام 2060 وجهود توفير مقومات جودة المدن الاسكانية جاء ذلك لدى اطلاق مبادرة تشجير مشتوع مدينة شرق سطر الاسكاني حيث اشهدت الوزيرة الرميحي اشهدت بما تتضمنه هذه المبادرة من اهداف ترتكز على دعم استراتيجيات المملكة لزيادة الرقع الخضراء واستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وقالت الرميحي ان مبادرة تشجير مدينة شرق سطر تعد الثانية من نوعها بعد اطلاق مبادرة تشجير مدينة شرق الحد في وقت سابق مشيرة في هذا الصدد الى اطلاق مبادرة جديدة في مدينة شرق سطر تمثل في منح كل منتفع بوحدته السكنية شتلة زراعية بهدف التشجيع على الزراعة داخل الوحدات السكنية كما اثنت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني على الدعم الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل شركة الخليج للصناعة البتروكيمويات لدعم جهود التشجير في مختلف محافظات المملكة من جانبها اشهدت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الامين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي اشهدت بجهود وزارة الاسكان من خلال ما توليه من اهتمام كبير بتشجير المشاريع الاسكانية لزيادة المساحة الخضراء والذي سيصهم في تقليل درجة حرارة الجو بالاضافة الى الفوائد النفسية التي يوفرها التشجير من جانبه اكد المهندس سياسر عبد الرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيمويات ان التأثير البيئي الايجابي لحملة التشجير يدفع الشركة لمواصلة تقديم دعمها للمراحل القادمة من هذه الخطة لتصبح المملكة احد المواقع المهمة لتنفيذ المبادرات البيئية التي من شأنها الاسهام بفعالية في تعزيز عناصر الاستدامة ونشر الوعي المجتمعي حول اهمية الزراعة احنا اليوم سعيدين بتدشين مبادرة توزيع 1077 شتلة على الوحدات الاسكانية في شرك سترة كل الشكر والتقدير للجهة الداعمة جي بي اي سي وايضا لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني على تعاونهم معنا منذ انطلاق الحملة والحمد لله اليوم احنا نحصل ثمرة التعاون ونشكر ايضا وزارة البلديات على حضورهم وتواجدهم وتعاونهم معنا المستمر اشتركوا في القناة